السلام عليكم أعزائي التلاميذ سنة ثالثة متوسط أهلا وسهلا بكم مع أمين جديد أعزائي متابع القناة الجدد أهلا وسهلا بكم مع إخوتي شرفتوني ونورتوني لا تنسى بشي نفضلكم دعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله نواصل أحباتي درس اليوم صفحة رقم 79 رح نشوفوا مع بعض درس الإكسبرسيون دو تن اللي نجد الأحباتي ونشر من المذلمات ووجهام الطربي اللذي نستعملها في الترت Kabul الزماني أو ترتل الأحدث ترتب الزماني تابعوا معي ستتتت�PS المف projeto يتحدث عن الإسلاميات التواج tallوا في القطع يعني أمياء الأخيل اليوم يتحدث عن أخفونا زرارة الدرافة المعاملين الفرنسيين كان يحرك في الأدراف أنتي أكثر كلمات المعاملين صامت يتحدث عنه أيضاً لساعدة الدرافة المعاملين الغارة مكانًا Plus de 500 فلاح étaient présents يعني في نهاية اليوم الأول حوالي الساعة الخامسة في المساء أو بعد الزوال كان هناك تجمع كبير على حافة التاريخ الوطني أكثر من خمسمية فلاح كانوا حدرين Au moment où les groupes commençaient à se séparer un métalliste engagea à donner satisfaction à leurs revendications يعني بداع في إبدا يعني الموافقة التالبياتي مطالبهم Le lendemain matin, deux délégations de travailleurs de la ville vinrent les saluer et les assurer de leur solidarité وفي الغد صباحا, الوفدان من عمال المدينة قادموا حتى يحيوا الفلاحين ويطمئنوهم ويتضامنوا معهم Après trois jours, à حنايا seulement ils étaient un millier qui avait suspendu tout travail la grève gagnait de proche en proche يعني ثلاث أيام فيما بعد à حنايا, هذه منطقة في منطقة حنايا فقط كان هناك حوالي ألف من الفلاحين أو العمال الذين علقوا كل الأعمال الإضراب بدأ ينجح يعني خطوة بخطوة محمد ديب لانسانجي 1954 édition point يعني هذا النص مأخوض من كتابات الأديب الجزائري الكبير محمد ديب هو كاتب اللغة الفرنسية من رواية الحريق voilà نواصل هنا أحباتي وعندنا بعد 3 jours يعني هاد لعبارات وش نفهمو منها يعني هنفهمو بلي يتعطينا تحديد لزامن وقوع الأحداث voilà donc la réponse الحدقون il donne des précisions sur le moment de l'action voilà deuxièmement quelles questions peux-tu poser après le verbe pour obtenir comme réponse les groupes de mots اندرات ما هو السؤال الذي يمكن أن تتطلحه بعد الفعل حتى تتحصل على إجابة تحتوي على هذا النوع من العبارات يعني العبارات التي تتطل على الزامن كيما شفنا أحباتي يعني لسؤال اللي يتعطل بالزامن هو كن يعني ماتا voilà donc après le verbe on pose la question كن حتى نتحصل على هذا النوع من العبارات التي تتعطل بالزامن جاناليس premièrement relève du text la phrase complexe qui exprime l'idée de temps تتخرج من الناس الجملة المركبة التي تتعبر عني الزامن هنا لاحظوا معايا أحباتي عندنا الجملة المركبة هي au moment سدرولتال وقعوا في نفس الوقت يعني عندما كيتشوفوا يعني في نفس الوقت أين بدأت المجموعات في التفرق جاء يعني المزارع يعني في نفس هذاك الوقت بعد المزارع أبدأ يعني جاء بسدرولتا يعني في نفس الوقت يعني في نفس الوقت يعني في نفس الوقت يعني في نفس الوقت المزارع الإبارات التي تتعبر عني الزامن لاحظوا معايا يعني هذا العبارات كامل تعطينا نفس المعنى هذا يعني في نفس الوقت Faisons le point Les connecteurs de temps organisent le déroulement des événements d'un récit dans un ordre chronologique أدوات الزماني أو أدوات الرابط الزماني تنظيم ترتيب أو قوة الأحداث في مقالة أو في نس و بي ترتيبين خروني أو بي ترتيبين زماني Il exprime la durée, la date et le moment, la fréquence et la succession وهي تعبر عن المدة, اللي هي la durée, la date et le moment, يعني التاريخ و اللحظة و كذلك la fréquence هي التكرار, يعني التكرار وقوع الأحداث و la succession هي التتابع أو الترتيب Voilà, عندنا la date et le moment, التاريخ و اللحظة عندنا hier, la veille, au mois de novembre, etc. hier يعني الباريحة la veille يعني في المساء أو في الليلة السابقة au mois de novembre, في شهر, novembre يعني لما تصيبوا هاد الكنكتور de temps يعرفوهم باللي عبروا على la date et le moment عندنا لاسكتشيان هو التتابع أو التاريب يعني لما نرتبوا الأحداث من أول حدث إلى آخر حدث أحي نستعملوا دابع، بوي، أمسويت، أمسن يعني هادو كذلك، ce sont دي connecteurs de temps نستعملوهم لتاريب لافريقانس هو تكرا رقوع الحدث عندنا، بارفو، أحياناً عندنا، بارفو، أحياناً، بارفو، بعد المراز بارفو، أحياناً، من وقت إلى وقت يعني هادو يعبرو على لفريقانس عندنا، لادوري، لحيا المدة لدينا، دي بوي، يعني من دو، من دو مدة دو، يعني، أثناء، أو أثناء ذلك واقع الحدث وفالا أحيباتي هادو هما، انجنرال، لكونجنرال، لكونجنرال، انجنرال، لين نستعملوهم حتى نرتبو الأحداث وفالا، هادو اللي كونجنرال، يعني نستعملوهم بزاف في العيسي إستوريك، يعني في الكتابات التاريخية، نستعملوهم باش نرتبو الأحداث وفالا أحيباتي، هادو فيما يخصو في حرقم تسعة وسبعون،، بطمنا تكونوا فهمسو ويكون شرح سهل وبسط يعني كي ما شفتوا الدروسة، هي سهلة راهي بسيطة يعني فقط لازم عليكم تتبعوا معي من الأول حتى تفهموهم نواصل أحبتي يعني تكملة الدرس السابق اللي هو l'expression de temps يعني صفحة رقم 80 تابعوا معي هنا لدينا تكملة للقاعدة يعني في الجملة المركبة الجملة المركبة هي التي تتكون من جزئين جزء رئيسي وجزء تابع له يعني لا نستطيع أن نحذف أي جزء يعني الجزئين متكاملين وكننا نحذف يعني جزء منهم المعنى راح يكون ناقص هذا هو معنى انفخاز كمبلكس يعني في الجملة المركبة نستعمل يعني لكونكتر كم، لورسك، ديك، أبنك، أبنك، أبنك يعني هذا هو كما تفهمت هذا دائما نستعمل في الجملة المركبة عندنا un exemple عندنا هذا l'exemple au moment où les groupes commençaient à se séparer un ميطاية سنغاجة يعني هاد كما تلاحظوا هاد الجملتين ما نقدرش نفرقوه معنا بعداهم وفي الجملة يعني هادة اللي سميناها عفوان لفخاز كمبلكس راح نستعملو فيها كم، لورسك، ديك، أبنك، 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 أبنك يعني هاد النقطة ركزوا فيها جيدا في الجملة العادية نستعملو للكونكتر للآخرين اللي تكرنا في القاعدة السابقة أما في الجملة المركبة عفوان الجملة الباسيطة أما في الجملة المركبة راح نستعملو هادو يعني راني نشرح ونعود حتى تنتبوه جيدا Voilà Je m'exerce أتمرن Premièrement relève les compléments circonstanciels de temps et précise s'il exprime un moment daté une durée ou une répétition يسخرج يعني أدريفات الزمان موجود في هاد الجملة وحدد إذا كانت سعبر عن لحظة يعني مؤرخة يعني un moment daté أو ون دوري يعني فترة ممتد أو ون ريпتش لحظة ريпتش هي التكرار أو لفريقانس كما تكرناها في القاعدة جملة الأولى لإن ديپندانس ديالجيري فُت روكلامي لسن جويل 1962 أول حاجة راح نستخرجوها هو لكملمان circonstanciel ديط لي هو درف الزمن درف الزمن هو العبارة التي تدول على الزمن كما لحنا لسن جويل 1962 هذا هو لكملمان circonstanciel ديطان هنا يوجد للمعنة تعو يعني يطانا 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 هذا هو تاريخ ديزيما لغارة لبارة لبارة دورة 7 وقت حرب التحرير الوطنية دامت 7 سنوات ونسف هنا لحظة معي لكملمان circonstanciel ديطان هو 7 ونسف 7 سنوات ونسف هذا 7 سنوات ونسف يعني وش نفهمو منها نفهمو منها باللي ستون دورة يطانا 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 لبارة 7 سنوات ونسف voilà ensuite chaque année nous célébrons l'anniversaire du déclenchement de la lutte المسلح كل سنة نح تفلو بذكرة الاندلاع الكفاح المسلح لحظة الكفاح المسلح و le déclenchement و الاندلاع voilà احنا لحظة معي لكوامل وشكوانسانسيال دون هو شكواني كل سنة احنا كنقولو كل سنة وشكواني وش نفهمو منها نفهمو لربتتشان ولا و لفريقانس يعني كل عام رحي تكرر هذا الحدث يعني الاندلاع الكفاح المسلح درنيrement au petit matin les مجاهدين se rendire sur les lieux du combat ذات السباح أو في السباح الباكر المجاهدون وصلوا إلى مكان المعركة دون احنا عندنا لكم لكم وشكوانسانسيال دون هو au petit matin احنا ل petit matin هذا يحدد لنا مهوش تاريخ ومهوش une دورة ومهوش une répétition دون c'est un moment voilà هو لحظة يعني أو جز من اليوم voilà تمنى أحب تكون فهمتوني يعني راح سهلا فقط القليل من التركيز deuxième exercice complète les phrases suivantes par le connecteur qui convient دي que pendant que avant que quand et lorsque اكمل الجمال التالية بي ال عبارة المنسبة عندنا دي que pendant pendant que avant que quand et lorsque هناك مجمو عمين الجمال هناك جمال مراكبا ce sont des phrases complex على هادي طلب منا اننا نحط هاد le connecteur voilà كما شفنا في القاعدة لازم عليكم فقط تقرأوا الجملة تفهموا المعنى راح ين تقدروا تحط يعني le connecteur qui convient voilà يعني المحاربون التحقوا بالجبل يعني قبل طلوع الشمس voilà انا راح ندير avant ك يعني قبل ما تطلع الشمس هنا يا avant ك النشيد والمجموعة الأخرى كانوا يقومون بسعاد العالم اسمها اسمها بك بايا صرحت الإيمان والإحساس بالتضحية كان يقودان خطواتي عندما كنت أنقل الرسائل والنقود إلى المجاهدين إلى الطرقات المناسب المناسب توظفوا كل واحد في جملة راح نعطيكم أمثلة تبعوا معايا ولكن كالعادة أحباتي حاولوا تديروا أمثلة من عندكم والله يصدقوني يعني هذه نصيحة من قلبي حتى تتعودوا على الكتابة يعني أنا مراني خسر والو كي نعطيكم الإجابة واجدة بس تحملين تلاحظكم أنكم تتعودوا على الكتابة يعني سهلة باش نعطيكم نماذج وأمثلة حتى نعطيكم بها شوفوا معايا الجملة الأولى راح نستعمل فيها ديك تبعوا ديك لإندепندance فت بروكلمة لأ بوبلشي سورت دان لار يعني عندما أعلنا عن الاستقلال كل الشاب خرجوا إلى الطرقات وإلى الشوارع الجملة الثانية كون للمجاهدين ان ديكلم لاريولوسي عمي لغوفرنمون آنفاي دي رانفور نالجيري عندما أعلنا المجاهدون أو وعندما قاموا ب أول خطوة للثورة المسلحة الحكومة الفرنسية يعني أرسلت دي رانفور نالجيري يعني باش تساعد الجيش تحاحت قاموا الجزائريين وعلا أحبتي هذا فيما يخص هذه الأمثلة بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الصفحة كالعادة أحبتي لا تنسو الفيديو لا تنسو الضغط على زر الجام وكذلك لماذا لا يش مشترك معنا ترجمة نانسي قنقر